معانا الأستاذة هيام من الأليوبية أستاذة هيام وعليكم السلام ورحمة الله أبركاته لا أستمعت أنا كنت مخطوبة قبل كده وخطيبي كان بيشرب وكده وإحنا ما كناش نعرف وبعد كده كل شوية يقولي أعملك تحليل عشان تزدقه كده وأنا سبته وأنا عايزة أعرف كده ظلمته ولا لأ لا أنت ما ظلمتوش ولا حاجة أنت فيه فرق ما بين أنك تظلم حد وفيه فرق أن أنت تحفظي وتصوني نفسك بص يا بنت عشان بس تبقي مرتاح أنك تظلم حد أن أنت تاخد حقه لكن أن أنت تحفظ حقك ده مش ظلم أنت حفظت حقك من أنك أنت تكوني أسرة مستقرة فيها معنى من معاني الأخلاق والكرم فيه حد عايقولي دلوقتي يعني أنت بتحمس الناس أن هي ما تتجوز حد بيتعطى مخدرات أيوة أيوة اوة وتجوزوا بنتكم لحد بيتعطى مخدرات اوة وتعملوا كده تعطى المخدرات خط أحمر اللي يعرف اللي تعرف أن خطيبها بيتعطى مخدرات واللي يعرف أن خطيب بنته بيتعطى مخدرات يوقف ما يكملش الخطوبة دي عارفين ليه؟ عشان على فكرة الشغل مش أهم من البيوت إذا كنا اتفقنا عشان مصيبة المخدرات اتفقنا أن المخدرات ما تبقاش في الشغل واللي عيبقى عنده تحليل ويطلع فيه إن هو بيتعطى مخدرات نديره فرصة إن هو يتعافى منها إذا كان مؤد من ليه فالبيوت أشد حاجة للحفاظ عليها من الشغل ده احنا بنشتغل عشان البيوت والبيوت دي بتقوم على العفة بتقوم على الشرف والمخدرات بتجعل الإنسان يقبل المهانة يقبل الزل وأكبر زل إن هو يقبل الزل لمخدر يبقى عبد المخدر هلك عبد المخدر ولذلك آه أنت ما ظلمتوش لا أنت عملت عين العقل يا بنتي طب هو الحل يروحه ويمتنع عن المخدرات وييجي ييجي تايب عارف البيوت بتتبني على إيه أول حاجة من الخطوط الحمرة اللي لازم نحطها في جواز بناتنا إن ما يكونش بيتعطى مخدرات ده خط أحمر ولا بيتعطى مخدرات ولا بيشرب خمرة ولا الكلام ده ده لازم نفهم ده لأن الحاجات دي بتفسد اتزان الإنسان وتبوص حياته بكل وضوح ده مش عشان أنا رجل بس بتكلم باسم الدين لا أنا بتكلم كمان عشان أنا كمان بتعامل مع الواقع في مركز الإشاد الزواجي أنتو متعرفوش المخدرات بتعمليه في البيوت أو أنتو عارفين موسيقى